السلام عليكم أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات السنوية العامة كل سنة وانتوا طيبين ونستكمل معاكم شرح مادة التاريخ للسنوية العامة القسم الأدبي وحلقة اليوم بنتابع فيها أحداث الثورة العربية وقفنا في الحلقة الماضية عند مظاهرة 9 سبتمبر هنتكلم عن مظاهرة 9 سبتمبر في هذه الحلقة ونتابع معاكم أحداث الثورة العربية عندما نتكلم عن مظاهرة 9 سبتمبر اظرف شعر العربيين بأن الخديوي يحاول تحجيم وضعين في الجيش وأن الخديوي لم يستجب ويميوفي بالمطالب التي تقدموا بها الإصلاح حوالي الجيش فبالتالي قرروا القيام بالمظاهرة وذهبت جمهور الزباط ونضم لهم بعض الشعب إلى قصر عبدين يوم 9 سبتمبر نزل إليهم الخديوي وقدمونه المطالب ما هي هذه المطالب؟ واحد نفس الكلام اللي قبل كده اللي هو زيادة عدد الجيش إلى 18 ألف جندي اتنين تشكيل مجلس نواب الطلب الزيادة النبادي عن مطالب مايو هو عزل وزارة رياض باشا طبعا لم يجد خديوي أي وسيلة أمامه إلا الاستجابة لمطالب العربيين يبقى من نتائج متأتبة على مظاهرة 9 سبتمبر 81 استجاب الخديوي لمطالب العربيين وقام بعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة وكلف شريف باشا برئاسة الوزارة طبعا الوزارة اللي جات بقى دي اللي هي وزارة شريف تعتبر الوزارة الثالثة ليه عندما جاء شريف تعرض لضغط من العربيين ازاي ضغط عسكري تمثل في ان العربي ضغط على شريف انه هو لازم يعين البرودي وزير للحربية ومصطفى فهمي وزير للخارجي ماذا كان موقف شريف من العربيين اراد انه هو يرفع ضغط العسكري من عليه فماذا فعل طلب من العربي قال له عشان اقدر اصلح احوالي الجيش اللي انتم طلبينها لازم تخرج بالكتايب بتاعت الجيش خارج القاهرة اللي كانت موجودة بعد المظاهرة فطلب منه ان عبداللحلمي يروح الى بومياط والعربي يروح الى الشرقية عربي وافق على مطلب شريف بسرط انه يتم تشكيل مجلس النواب اللي الخريف وعد بتشكيله شريف طلب من خريوي الاستجابة للمطالب وعرفه ان عربي يشترط الذهاب الى الشرقية في حالة تشكيل مجلس النواب فوفق الخريوي على تشكيل مجلس النواب وفعلا زهب عربي الى الشرقية ماذا حدث لما عرابي ذهب للشرقية عندما ذهب عرابي للشرقية ارتفعت مكانته بين أهله وتجمع حول أنصاره فارتفعت الروح المعنوية للعرابي وازداد شأن عرابي هنا شعر شريف والخديوي بالخطور لأن كده ازدياد شأن عرابي خطر على وظيفة شريف كرئيس للوزارة فهنا اتفق مع الخديوي على إعادة عرابي إلى القاهرة كواكيل لوزارة الحربية حتى يكون تحت أعين الخديوي ووزارة شريف بشر خلال ذهب عرابي إلى الشرقية وعودته إلى القاهرة كواكيل لوزارة الحربية كان اتشكل مجلس النواب اللي كان عرابي طلب هذا المجلس كان يضم في عضوياته 1600 عضو وطبعا تم عقد جلسته وكان كله من الأعيان والعلماء والأجنياء وبيقولوا أن المجلس ده فيه نقده موجه إليه إيه هو النقد هذا الموجه لهذا المجلس هذا النقد يتمثل في أنه لا يختلف كثيرا عن مجلس النواب اللي كان عمله الخديوي إسماعيل المجلسين بيضموا فقط الأعيان ما بيضموش تجار وبيضموش متعلمين حتى لو ضموا متعلمين لازم يكونوا من الأجنياء فبالتالي لم يحقق أهدافه وهذا المجلس يعتبر يعني مجلس لا يمثل الحياة الدستورية في مصر أو الحياة النيابية المهم أننا عندنا دلوقتي عرفنا أن تم تشكيل مجلس النواب طبعاً تشكيل هذا المجلس لم يجد ترحيب من طبعاً إنجلترا وفرنسا ليه؟ لأن وجود حياة نيابية في مصر خطر على مصالح إنجلترا وفرنسا فالحدث اللي جاي بعد كده اسمه المذكرة المشتركة الأولى قامت إنجلترا وفرنسا بتقديم المذكرة المشتركة الأولى بسبب شعورهم بالخطورة على الحياة في مصر وعلى مصالحهم في مصر بسبب إيه؟ تشكيل مجلس النواب فقامت إنجلترا وفرنسا بتقديم مذكرة للخيوي بيقولوا فيها إيه؟ إيه يا المطالب بقى؟ بيقولوا إن حالق مص تنظر بالخطر وأن الأمور تستوى التفخل هما بإلغاء مجلس شورة النواب الخدوة وطوفيق لم يستاجل لمطلب إنجلترا وفرنسا فراح إنجلترا وفرنسا تقدمين مطلب تاني المطلب التاني ده بقى مين؟ لشريب باشا بيقولوا فيه إيه؟ لنسى من حق مجلس النواب مناقشة ميزانية لحظوا إن عراضي وشريف رفضوا المذكرة المشتركة لأن ده طبعا تدخل في شؤون البلاد أما جي المطلب التاني إنجلترا وفرنسا هدده شريب باشا إذا أراد المجلس مناقشة ميزانية ده هيكون خطر على مصر لأنه ليس من حق المجلس مناقشة الميزانية لأن ده حق أصيل للدول إنها ديون على مصر طبعا العراضيين مصممين على حق مناقشة الميزانية العراضيين هم عضاء مجلس النواب شريف وجد نفسه بالنارين تصميم إنجلترا وفرنسا على عدم مناقشة الميزانية وتصميم أعضاء مجلس النواب التابعين لأحمد عراضي في حق مناقشة الميزانية وأمان إسرار الطرفين وجد الشريف أن الأفضل له أن يعتزل وأن يستقيل فقام بتقديم استقالاتي يبقى نقدر نقول من النتائج المتطبع على المذكرة المشتركة الأولى التي تقدمت بها إنجلترا وفرنسا في يناير 82 استقالة وزارة شريف باشم يبقى إنجلترا وفرنسا لم يرحبها بمجلس النواب اللي اتعامل في ديسمبر 81 عشان كده أدوهم مذكرة في يناير 82 يبقى بما تفسر استقالة وزارة شريف الثالثة بسبب رفض شريف أن يكون سببا في احتلال إنجلترا المصر وبسبب وجود طرفين كل منهما متمسك برأيه العربين متمسكين برأيهم بحق مناقشة مزانية وانجلترا فرنسا متمسكين برأيهما في التدخل في شؤون مصر فهنا شريف قدم استقالته وده وجد ترحيب من العربيين خاصة المحمود سامي البارودي اللي كان بيشجع العربيين على إبعاد شريف عن الحكم وإن البارودي يتولى هو الوزارة لكي يقوم بإصلاح أحوالي الجيش والاستجابة لمطالب الشعب ويجعل من حق المجلس مناقشة الميزانية يبقى من نتائج متأتبة على استقالة شريف في وزارة التالتة مجيء وزارة العربيين وبنسميها وزارة العربيين لأن البارودي هو رئيس الوزارة وأحمد العربي وزير للحربية ما هي أعمال وزارة العربيين؟ قام البارودي بإصلاح أحوالي الجيش وجعل من حق المجلس مناقشة الميزانية هذا هيؤدي إلى غضب القنصر الإنجليزي والفرنسي ويبعثوا إلى حكومتيهمة بضرورة التدخل فيبعثوا المذكرة المشتركة الثانية قبل ما نتكلم عن المذكرة المشتركة الثانية في حدث في النصف كده يجب أن نتكلم عنه اللي هو مؤامرة الشراكس خلال وجود عربي كوزير الحربية والبرود رئيس الوزارة شعر الضباط الشراكسة في الجيش المصري بأنهم لم يعد لهم أي شأن وأن هناك تعنت وسوء معاملة من عربي للضباط الشراكسة فقرروا قتل عربي ومعاه أربعين ظابط هو والبرودي وإثنها مؤامرة الشراكسة انتهى الأمر بإيه؟ انتهى الأمر بأن طبعا تم القبض على الضباط الشراكسة المتأمرين وتقدمهم للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالنفي إلى السودان وتجريدهم من رتب العسكرية الخديوي رفض الموافقة على حكم المحكمة وعلى حكم العربيين على اللباط الشراكسة حتى لا يزداد شأنهم طبعا بالاتفاق مع أنجلدا وفرنسا وتم الاتفاق على نفيهم إلى جهة غير معلومة مع عدم تغريدهم من الرتب للعسكر دي كان الحدث المهم عندنا اللي هو في المذكرة المشتركة الأولى ومجيء وزارة العربيين ثم مؤامرة الشراكسة طبعا عندنا البرود يجعل من حق المجلس ملاقشة الميزانية فانجلتها في فرنسا ومقدمين المذكرة المشتركة التانية يبقى ما هي ظروف وأسباب المذكرة المشتركة التانية هنقول تقدمت بها إنجلترا وفرنسا وكانت المطالب فيها واحد قالت وزارة البرودي اتنين بعد عربي خارج مصر بعد عربي خارج مصر المذكرة اتقدمت ازاي؟ اتقدمت من إنجلترا وفرنسا إلى رئيس مجلس النواب المصري اللي اسمه سلطان باشا طبعا أدى هذا إلى غضب من المصريين وغضب العربيين لأن سلطان باشا ازاي بيوافع المذكرة وبيمضع عليها وبيحودها المذكرة قطعها عشان كده اطلاقوا عليه اسم الخائن طيب يبقى المذكرة المشتركة التانية يقدمتها انجلترا وفرنسا إلى سلطان باشا وسلطان باشا طبعا يقدمها لخدوي طب ما موقف العربيين من المذكرة كل العربيين تجمعوا وقرروا رفض المذكرة طبعا يقول كل العربيين يعني عرابه وزمائله كلهم وعضاء المجلس النواب وقرروا عدم استجابة لمطلب انجلترا وهنجد ان العربيين حلفوا يمين الولاء والطاعة واللي حلفهم الشيخ محمد عبده ولكن بعد ما حلفوا يمين الولاء والطاعة جل خليوي ابن المذكرة المشتركة التانية فهنا قام البرودي بتقديم استقالاته وهنا لما البرودي عندي استقالته من رئاسة الوزارة الخليوي مسك الوزارة بنفسه يتفضل مين؟ يتفضل احمد عرابي المفوض يمن عن البلاد لم يتمكن الخليوي من ابعاده بسبب ايه؟ بسبب الجنود حذروا من سوق احوال الجيش اذا تم ابعاده عرابي فظل عرابي وزيرا للحربية هنا بقى الاسطول الفرنسي قرر ان هو ينسحب من مصر بعد ما حقق هدفه في اقالة وزارة البرودي ولكن هنجد ان انجلترا ظلت بيه الصفو بتاعتها موجود على سواحل مصر وهي هتدبر مسبحة اسمها مسبحة الاسكندرية لتثبت ان الاحوال في مصر خطيرة حيث دبرت مشاجرة تمت بين مالتي من رعاية مالطة وبين قائد حنطور مصري تشجرة حول الأجرة وفي المشاجرة انتهت بقتل المصري ثم حدوث مسبحة بين المصري والاجابي انتهت بان اصبح الوضع في مصر خطير ينزل بالتنخل الى جنبي هنا فرنسا هتطالب بعقد مؤتمر لرحص المسألة المصرية اسمه مؤتمر ايه الاسيتاني ماذا حدث في مؤتمر اسيتاني؟ لماذا تم عقد المؤتمر؟ تم عقده بناءا على طلب مين؟ على طلب فرنسا لرحص المسألة المصرية كوفا من انفراد انجلترا في مصر ماذا حدث في المؤتمر؟ تم الاتفاق على اي دولة تدخل في شغول مصر منفردة فمنظوم انجلترا اقاري عبارة الا في حالة الضرورة القصوى وبكده انجلترا ادت من هي تستفيد من قائرات المؤتمر عشان تجي تحجة لدار من مصر وفعلا تحجيجت من احمد عرالو يصلح القلاع على اسكندرية وانه يضرب الأسطول الانجليزي فقامت انجلترا بتوجيه انزال العربي لتسليم المدافع والقلاع ولكنه رفض فقامت بضرب الاسكندرية يبقى كده مؤتمر استانا كارثة على مصر لان اد انجلترا الفرصة لضرب الاسكندرية واحتلال مصر والنصيبة الكبيرة ان خدوه توفيق رحب بالانجليز وطلب منهم حفظ الامن والنظام في مدينة الاسكندرية الاسكندرية بعد ما نزل الانجليز الاسكندرية عرابي انسحب الى قفر الدوار حصل هنا تبادل التهمات بين عرابي والخدوه لان الخدوه من عرابي انه يوقف التحصينات ويجي الاسكندرية عرابي اتقى من خدوه بالخيانة والخدوه اعلن وسيان عرابي وعزل من وزارة الحربية ثم نجح الانجليز في استغلال الموقف ودخلوا من قناة السويس وانتهى الامر بانهم قابلوا عرابي في التالي الكبير انتهت الموقعة بهزيمة احمد عرابي وفشل الثورة العربية هنا في سؤال عزيز الطالب جديد تعرف ايه اسباب فشل الثورة العربية وتعرف لي ايه هي الدروس المستفادة من فشل الثورة واحنا مستمعين اجابة الاسئلة دي بإذن الله الاسبوع القادم الى هنا ابنائي وبناتي ينتهي درس اليوم في مدد التاريخ اللي هي احداث الثورة العربية وحتى التقي بكم في حلقة قادمة لكم مني كل الامنيات بالتوفيق والنجاح كان معكم محمود عطية ولكم تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرعوف وتحيات المشرف محمود سلم